موسيقى النادي الأهلي السعودي رسميا عن رحيل حارسه المخضرم ياسر المسيليم وذلك بعد مسيرة حافلة لصاحب التسعة وثلاثون عاما مع النادي الجداوي حقق خلالها العديد من البطولات والألقاب بلفظ خارج ياسر المسيليم يهاجم إدارة الأهلي بعد إجباره على الاعتزال في مفاجأة كبرى خرج ياسر المسيليم حارس مرمى الأهلي السابق للهجوم على إدارة مؤسسة الراقي غير الربحية الحالية برئاسة خالد العيسى معربا عن غضبه من تصرفها معه بلفظ خارج عبر بث مباشر له صاحب التسعة وثلاثون عاما انتهى عقده مع النادي الجداوي بنهاية الموسم الماضي ليعلن رحيله عنه وتعليق حذائه بشكل نهائي بعد مسيرة استمر واحد وعشرون عاما داخل جدران قلعة الكؤوس ورغم أن المسيليم خرج قبل فترة قصيرة متوجها بالشكر للإدارة وسط شكره لزملائه والجماهير إلا أنه قرر الخروج عن صمته الليلة كاشفا عن تصرف غير احترافي من إدارة العيسى إذ لم يكن ينوي الاعتزال لولا هذا الموقف المسيليم قال خلال بث مباشر له عقدي كان ينتهي في شهر أكتوبر لكن النادي الأهلي لم يكن لديه رغبة في التجديد معي وطالما الوضع كذلك كان عليهم منحي المخالصة الخاصة بي كي أتمكن من ألعب لنادي جديد لكن للأسف في آخر ساعتين قبل انتهاء المركات منحوني إياها حركة وسخه بالعربي يذكر أنه عقب رحيل المسيليم رحل كذلك زميله محمد الربيعي نحو نادي الهلال بينما تعاقد الأهلي مع الحارس السنغالي أدوارد ميندي الذي يقدم مستويات متواضعة للغاية مع الفريق وأصبح الراقي لا يمتلك إلا عدد من الحراس الشباب كبدلاء له وخلال مسيرته مع الأهلي لعب المسيليم 323 مباراة عبر كل المسابقات وحافظ على نظافة شباكه 110 مرات وحصد العديد من الألقاب هي الدولي السعودي وكأس السوبر السعودي وكأس الملك ثلاث مرات وكأس ولي العهد مرتين بالإضافة إلى كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس الخليج للأندية